لماذا العصيد أستاذ الفلسفة الثانوية لا أراد حرف تفناغ في تدرس الأمازيغية؟ أستاذ العصيد أراني كنقول من معه الجهة التي يعمل لصالحها والله أعلم بطبيعة الحال وحسب رأيي أنه لا يريد أن تصل الأمازيغية إلى المتقافين المغاربة ولذلك هو معه اعتماد حرف تفناغ منذ البداية هو ومن معه طبيعة الحال وخاصة أنا كنقول وهذا رأيي حرية تعبير التي أستفيد منها من معه من الخارج خاصة لأنه يا ما دافع عن مسائل لا تهمنا بتاتا وتبع معي ما يلي لمحاولة فهم واحد طرح قديم جديد في ما يتعلق بالأمازيغية كلغة التي اعتمدها الدستور العالي بعدما كانت مجرد لهجها والآن أصبحت لغة يعتمدها الدستور وتبعوا معي وتبعوا بتأني ها هو الرابط دي الأستاذ حسن أوريد حرفتي في نار لم يسهم في توسيع يعني في توسيع اللغة الأمازيغية بودكاست جوج إلى خيريرا والرابط اللي بغي يتسمى أنا أكتفي بالعنوان يعني هذه باينة مدخلة موفقة من طرف الدكتور الدكتور حسن أوريد وهذا حرفتي في نار والختيار دياله اللي كنت يا ما تكلمت على أنه سأل غير موفقة بتاتا في هذا المقال مثلا كنت كان ذكر خضم الحديث كيفاش أنه وهاتش مقال قديم كيفاش أنه اختيار حرفتي في نار لم يكن موفقة وكنت في مقالة خرا ويمكن تفديك الجزيرة العجيبة كنت مرة مرة كنا ندوز واحد الرسالة بيننا حرف بالنسبة للمغاربة بحل الشنوية إذا كان المراد نتعلمه الأمازيغية أو الشلحة كيخست تكون واحد الحرف اللي احنا ملفينها العربية واللاتينية وكنت شرحت أيضا بعد شي قيم يعني من نقوله من 2014 ونتاجه وهذا مقال من 2014 وكنت ظن غوشة 2022 والمهم ما عنديش الوقت نقلم عن المقالات ما كان مشكلة مهم نقوله المفيد يعني كنت بحالي لمحت بلئينا راكين شوية ضعون سوريا من لادون بعض الأشخاص اللي كيكونوا موالين الجهات الغربية وخاكي يكونوا في الداخل أستداء ولا كيقول لك خلاسي فا وخمع ما نكتبه التاشي كتاب ميبو نبغوناش نعرفه الأمازيغ واش لأنهم هاد الناس هادو وبصراحة كان هدر على واحد ناشط اسميته العصيد ولا العصيد معارش مهم عندهم خلفيات ولا عندهم يعني مشاريع غريبة عجيبة بغني طبقوها لنا في المغرب وما كان وديما كنت كنت كنكتب وكنقول اعتنسيون ذيك الهدراء اللي كيقولوا ديال دولة تامزغا فهمتي التي تمتد من وإله إلى خيره وهذا كالعصيد يعني من الرواد ديال ديال الفكرة حسب ما تضح لي من خلال المدخلات والمرافعات بين مزدوجتين ديال ديال هادك الأستاذ العصيد اللي هي مرافعات يعني في إطار حرية التعبير أنا كنضم على أنها مشبوهة ومشبوهة جدا وليني اليوم باش يجي الدكتور حسن أوريد ويقلنا بلئنا ذيك الاختيار ديال حرفتي في ناغ ما كانش يعني هذا هذا انتصار كان ديال الدكتور حسن أوريد حتى وعم مزيغي ديال الحمد لله كنتوا على صواب ونشوفوا دباء علاشة علاشة هذا الأمر بسيط يعني أن هذوك الناس نمثلهم في ذاك العصيد يعني حيث هو اللي يمتزع عن القضية إذن علاش حيث هذوك حرفتي فينا قدير بحيث شنوية يعني أشكال ورسوم و ما شي حرف يعني إحنا مولفين ذاك الشكل انتي هذوك في الأسيال هي ديال الصين وديال الاخير واليابان ورحمات وهذوك الأشكال علامات ورسومات ويعني ما كاتش بش الحرف اللي كنعرف إحنا حيث ربما إلى المتقفين المغاربة عرفوا يعني بعض الأشياء اللي كاتقال بالأمازيغية ربما مشيش مصلحة ديالحاركة اللي بغيت دير ربما الله أعلم شي مسائل كده وكده وهذ المسائل كلاش بنها من تدخلات ديال المدخلات ديال هذوك العصيد اللي ياما يعني دارش يعني إحاءات وأمور لا تبشروا بالخير بالنسبة لمغربون مغاربة يعني في إطار نضال بين مزدوجتين لا لا يمتو للأصالة المغربية بأي بأي تصير دابا هذك العصيد كده فعل حرف تفناء هو عنده ما يخبي ما بغان شي نقرأ الكتوب ما بغان شي هذا وذلك حرف تفناء شكول يقرأ وإلا كان عندهم شي كتوب شكول يقرأ حيث حروف أنا أقررها يعني كتب الشين ويا يعني اللي بغان نصلح العام ها يكون شي واضح والدكتور حسن أوريد المدخلة كانت يعني كتوافق مع ما يا ما قلته من قبل الحمد والمهم أنا قدرت هذا المقال هذا هنا غير واجه باش ندوز هذا ديو في فقرة على القضية هذه منذ 2022 ولكن كانت مقالات قديمة في الاتجاه وكانت هدرت غير على هذا يعني تكلمت غير على هذا الموضوع دي الحرف تفيناء وأيضا مدخلات أخرى عبر وسائل التواصل الإجتماعي المهم أنه هنا شفت بلإن حد المتقف مغربي كبير الدكتور حسن أوريد يعني يقر بلإن حرف تفيناء ما ساهم في ناشر الأمازيغ وفي حين أنني ياما قلت بإن اعتماد هذه حرف تفيناء تفيناء من طرف العصيد ومن معه كانت بالأساس من أجل حجب هذه التقافة الأمازيغية العميقة وخاصة الشطر منها السياسي على المتقفين المغربة الذين لا يستطيعون تفيناء ذلك الحروف كنت بالحرف العربي ولا لاتني كنت تعلمنا هذا غير غير تدريس أمازيغية يعني كالمراد منه إدفاع نوع من سرية على يعني بعض العمل الذي ربما يقوموا به بعضهم من هؤلاء مثل الأمازيغية مبقى شيء كود ولا لهجة ولا تلغة وهذا مكان وبلما نطول الأمور بين كندن وكنت من يعني في إطار الحوار وهذا كل واحد يتقبل الرأي بصدر النرحيب وتو حد ما يتقلق يعني هذا رأي ولكن أنا متأكد أنه رأي صاحب شؤون المغرب ومستقبل المغرب يهمنا جميعا ولو كنا مجرد مواطنين بوسطة خسنا نحن ندلي بالرأي ذي لنا سواء كنا يعني متقفين أو حرفيين أو معلمين أو أساتداء أو تقنيين حيث هذا مستقبل المغرب والمغاربة وما كيخش شي أمور تخفى على الجميع خاصة فيما يتعلق ب يعني مسألة الأمازيغية اللي هي يعني لغة مغربية هذا والمهم أنها لغة مغربية ويعني المزايدات ما تكونش لحقاش الدفاع يعني فيما يخصوني بكل توضع على الأمازيغية يعني كان دمى محط اهتمامي منذ القدم يعني منذ سنين وسنين عديدة ربما عقدين من الزمن أو أكثر أكثر كنقول ولذلك اليوم أنا جد وسعيد منين الدكتور حسن أوريد قال واني أقر بأن ذاك حرفتي في ناغ كان يعني اختيار غير موفق وأما فيما يتعلق بالأستاذ العصيد والناس اللي كيش أطروا الرأي دياله من متقفين إلى خيره يعني الرأي دياله أنه غير موفق بتاتا في كل ما يقوله وهذا رأيي وانا حر فيه كمواط بسيط وتحية عالية جدا إلى جميع الأصدقاء العزاء الشرفاء النزاء